موسيقى طبط أوقاتكم بكل خير مشاهدين الأعزاء أينما كنتم مهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج اقتصاد ديزات إذن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمر خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء بالتحضير لأوامر رئاسية لتحضر لمشروع ثلاثة مراسم رئاسية لتنظيم وتوزيع العقار الاقتصادي والسياحي والحضري وحسب بيان رئاسة الجمهورية فإنه بخصوص عرض حول كيفية منح العقار الاقتصادي التابع إلى الأملاك الخاصة للدولة الموجهة للمشاريع الاستثمارية فإن رئيس الجمهورية وخلال الاجتماع أمر أو أسد تعليمات على أن يكون إنشاء وتنظيم وتسيير المناطق الصناعية ضمن رؤية جديدة مستقبلية للاستثمار بما فيها الاستثمارات الخاصة وأكد على أن يتم التمييز بين الاستثمارات الاقتصادية والسياحية والحضرية التي تسيرها الوكالات العقارية كلا على حدة تكريسا للشفافية وتحقيقا للنجاعة الاقتصادية إجراءات تؤكد مشاهدين الأكارم إلى أن الجزائر تمضي بخطا ثابتة ومدروسة نحو الخروج من التسيير الإداري للمناطق الصناعية إلى التسيير وفق رؤية اقتصادية محظة مبنية على خطط مدروسة ترمي إلى تحسين مناخ الأعمال في البلاد وتضع قطار الإنتاج الصناعي المستديم على السكة الصحيحة إذن مشاهدين العزاء سوف نتحدث في هذا العدد عن ملف العقار الصناعي في الجزائر خصوصا بعد هذه الإجراءات الأخيرة ويسعدنا أن يكون معنا في نقاش الدكتور إسلام جلول الخبير في الاقتصاد والمنجمنت أهلا بك سيدي وشكرا على تلبية الدعوة أهلا بك أخي حميد وبمشاهديكم على هذا القناة الطيب شكرا جزيلا قبل الخوض في نقاش مشاهدين العزاء نتابع هذا التقرير ثم نعود يعتبر العقار الصناعي عصب الاقتصاد الوطني لما له من أهمية في استقطاب المستثمرين ودفع عجلة التنمية إلا أنه بقوانينه الإدارية يشكل عقبة أمامهم ويعرقل الاستثمارات الوطنية والأجنبية بتحويل العقارات إلى غير أهلها بيروقراطية والعراقل الإدارية هذا مشكل كبير جدا هذا الذي يعرق الاستثمار ولا يحق الاقلاع الاقتصادي للجزائر ولا يستقطب المستثمرين ولا يحول حتى أولئك الذين قد يستفدون من فرصة انتقالهم من الوظيفة إلى أرباب العمل مدام هناك بيروقراطية وعلاقية وعدم التوجه إلى الرقمنا لا يمكن أن نتصور أن تكون هناك استثمارات وبالتالي لا نتصور أن يكون هناك إقلاع اقتصادي ولا مناصب شغل سن الحكومة جملة من القوانين يعجل منح العقار الصناعي لتقليص البروقراطية الإدارية التي أنهكت المستثمرين وصعبت من سير مشاريعهم العقار الصناعي والعقار الفلاحية والعقار الاقتصادي بصفة عامة يمثل عامل من أهم عوامل استقطاب الاستثمارات المحلية وحتى الجنبية ندرك جيدا بأن تكلفة كراء أو شراء عقار لديها مبارك كبيرة وقد تؤثر على تكلفة الإنتاج وترجع المنتج النهائي ليس لديه منافسة في السوق وبالتالي فتخفيف التكاليف من خلال العقار الصناعي الممنوح من قبل مختلف الولايات من شأنه أن يكون دافعا رئيسيا لاستقطاب المستثمرين سواء المحلين أو الأجانب نقاط إيجابية يضمنها مشروع الاستثمار الجديد من خلال تعامل بمزيد من الشفافية في معالجة الملفات الشائكة ويمنح تسهيلات للمستثمرين تساهم في تنمية اقتصاد البلاد فهل سيكون هذا المشروع نقطة تحول في ملف العقار الصناعي؟ مرحبا بكم مجددا مشاهدين إذن أستاذ سلام جلول نحن نعرف أهمية العقار الصناعي فيما يخص تحسين الاستثمار وتطوير الاقتصاد بشكل عام لكن هذا الملف كان يعاني منذ سنوات يعني لو تشرح لنا واقع العقار الصناعي قبل الخوض في هذه الإجراءات الجديدة شكرا أخي حميد أنت تسألني عن إشكالية يعرفها الجميع وعانا منها الجميع الداني والخاص وخاصة المتعاملين الاقتصاديين أكانوا مستثمرين أم كانوا مساعدين على الفعل الاستثماري لذلك هذه المناطق الصناعية في الجزائر يعود إلى قانون 57 قبل الاستقلال أول مرة أشارت الحكومات الفرنسية أنذاك على ضرورة تخصيص مناطق بجوار المدن الكبرى أو بجوار الأماكن العمرانية الكثيفة حسب الكثافة السكنية تخصيص مناطق للتصنيع وبالتالي تفطنت الحكومات الجزائرية بعد الاستقلال وأصدرت أول مرسوم تشريعي أكاد أسميه اللبنة الأولى لمفهوم المنطقة الصناعية والتي اليوم نحن بصدد تسميتها بالمنطقة الاقتصادية كان في قانون 84-55 وهذا القانون حتى القوانين التي جاءت إلى اليوم وحتى الساعة التي نتحدث فيها أنا وأنت من هذا الاستوديو القانون أو المشرع الجزائري لم يعرف بالتعريف الصحيح اللغوي القانوني كلمة المناطق الصناعية آتيني بأي نص لن نجد التعريف لكن ما نصت عليه جميع القوانين من 88 وأظن إلى 23 كلها قوانين تسييريا donc c'était des lois pour réglementer la gestion de la zone industrielle la gestion de ce qu'on appelle actuellement la ZE ou la zone économique إذن القوانين الجزائريا التي وضعت من 44 إلى اليوم كلها قوانين حاولت أن تفوك أو تحول مشكل تسييري لذلك c'est un problème de management de ces zones ديب الفالي الكريي لذلك لازم نوضعوهم ثانيا الفالي نسيروهم وفي التسيير كان فعل التوزيع دونك التوزيع والإشكاليات طبعا أنت تعرف أخي حميد بالنسبة للأرض هناك عدنا يعني خلفية ذهنية خاصة بالجزائريين يعني عدنا نوع بين قوسين نوع من العقد فيما يخص ملكية أو توزيع ملكية الأرض ما مكنت يعني إحنا اللي بنا نهضروا على لا زون اندستوريال من قطاع الفلاحي يعني نفس الإشكال دونك الوعاء الفلاحي والوعاء الصناعي يعانيان من نفس الإشكالية داني أسميها الإشكالية الفلسفية وهي رؤيتنا للأرض أنا أذكر في يوم من الأيام كنت أتحدث مع والدي رحمة الله عليها وسألته لماذا لدينا هذا المشكل مع الأرض قال لي باللغة المبسطة يا ولدي نخافوهم يفكرنا البلاد دونك هاد الفكرة تعيف كنا البلاد ما زالت قاعدة راسخة في الذهنيات وبالتالي الأصل في الإشكالية تعتوزيع العقار الصناعي ما نبدأوش التفكير الأولي مش تفكير أعطيك عقار لكي أشيد مصنع لكي أستفيد من ورائك الفكرة الأولى لن أعطيك عقار لكي تحوله لغير مصلحته إذن الفكرة الأولى اللي نيغاتيف سيتو نيغاتيون براسك أوتوماتيك براسك ريفلاكس إذا كنت أعطيك تحوله لغير مصلحته لكي أستطيع أعطيك تحوله لغير مصلحته كيف يعمل علينا؟ بالتالي كي نقولوا حنا بالدرجة حتى المواطنين يفهمنا نصعبوها في تقليعة حتى النصوص تشوفها نصوص أنا لا أعلم إن كان هذا اللفت صحيح النصوص تكبيليا تنكس ينزل ينزل بالليغاتي على متخوفين من تحويل العقاد إلا غير مصلحته أو إلا غير هدفه لغير مصلحته أو إلا غير مصلحته أو إلا غير مصلحته لغير مصلحته أو إلا خرجه لتصبح الفكتلا تعليقية وقال هل تنظرون بالاختيارين فقط هل يمكن أن يكونون بالخصوص… أين يظهرون الإجابة بالخصوص أول فعلا، وإمكانهم الإجابة للإنسان ، فعلا على الموضوع بالخصوص كما يعتادون بإحلال الضhab. لا تصبح لا تتعرض أو لا تننظر أيضا، لا تكتب شكل أطفق. نحن هنا تتشاهدون على ماذا يتم تحويل العقاة فيما بعد ضغط من رأيت releases فقط اننة ما قسمنا لأقدم أي أخرى الدولاء ضغط الالت من إش seriously الدولاء إلى مشاكل المضاني أسنب إuhan درس محالطي هذا قبل أجل أشنب الزن المتحدة أخر الزن يا يعني المنظور انتعينا في رأيي الخاص وهذا يلزمني أنا شخصيا علينا أولا أن نتحرر من العقد الذهنية التي وراء تغيير الذهنية التي هي وراء فعل تخصيص أراضي وتخصيص مساحات للاستثمارات الاقتصادية نقلع من هذه الفكرة نغير وجهة الناظرين تعنا ونتقلع على سيدة رب جميل جدا طيب دكتور تم اتخاذ إجراءات في إطار حل مشكلة العقار وبالتالي تأجي على الاستثمار سواء الخاص أو العام يعني من أهم هذه الإجراءات هو إحالة ملف العقار الصناعي إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار نحن نعلم في السابق أنه يتدخل السلطات المحلية من والي إلى رئيس دائرة إلى ذلك الآن منح العقار هو من اختصاص الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كيف ترى ذلك؟ شوف أخي حميد أنا كنت دت بحث سريح هذا وشوفت بعض المذكرات بعد باحثين جزائريين في السياسات الاقتصادية بعض الطلبات أنا طلت على بعض المذكرات في الماستر والدكتورة والماجستير وانتبهت إلى كيفية هؤلاء الباحثين كيف صنفوا مشاكل العقار الصناعي في الجزائر الأهم الركائز اللي ذكروها من اللي لقيتها تقريبا في كل البحوث أنهم قال لك أولا تضخيم المؤسسات المتداخل في توزيع العقار الصناعي يعني بلان ديستركتير كيف حق عندك يعني في نص واحد تلقى في أجاب من ومن الأطراف المتعددة تلقى عندك الوالي للمناطق الصناعية يدخل عندك ديز أجانس سنترال الوكالات المركزية تدخل ومثالثة ضربين في بعضهم تلقى عندك ديز أجانس سنترال تدخل تلقى عندك ديز أجانس سنترال الأملاك الدولة الناس اللي حولوا العقار إلى الوكالات والوكالات تفهموا مع الولاد يعني تدعون الناس بزاف من الدخلة ورحيم يعني تشوفوا الناس برونة لتلقى عندك ديز أجانس سنترال لكن هذا ليس عظيم يوجد مختلفة ديز أجانس في جميع البحث هناك من قال عذر عن المقاطع أنه هناك 32 مصلحة يجب أن تمر عليها من أجل أن تتحصل على العقار يا أخي حميد يعني باش نقولوها بلوغة مبسطة وكأنك تعرفني في الإعلام نبسط المفاهيم للمشاهد الكريم سي دبني أمبركور ديز أجانس سنترال باش نبسط المفاهيم لتحرق بزاف شي هذا لذلك نشوف أنت لاتندنس منديل تعل الإيقانومي سي تفاسيليتاتي يعني الاتجاه العالمي في الإقتصاد هو التسهيل ديزا أنا كنت في وران ندرب في الماناجر من 15 يوم الأخير هذه الكلمة المفتاحية التي كنت دائما نردها لتسهيل الفعل التسييري من قبل أنت نضيف وإنذ تحرق سيدي نشوف أنت نحف علا ميزارا لتسهيل الفعل التسهيل هل أنت مفاهيم لتحرق أنت لما تنسى إذن أنت لتحرق من تداتي انتبه إنه إنه يمجب ، حد للتحرق لا يوجد بالتحرق لا يوجد تقديم التقديم لا يوجد تقديم التقديم تقديم التقديم كما يقولون الشعباب حارز البالوين يروح حيث البالوين يخرج بالصداد هذه الذهنية ذهنية الخوف على الأرض ذهنية ذهنية فكرة ذهنية في المطالة الجزائرين حتى السلطات العمومية وليدة الشعب خارجة من الشعب سلطة بطنية بالتالي الذهنية الخوف على الأرض الخوف على الأرض الخوف على الدعم بين يدينا صنعوا بها غالي تاكس وليتاكس بك تكون خايفة تكثر الناس اللي داخلوا تكثر اللي كونترانت تديرليفيروا ومبات في التارية ووش يصرا اللولا كان عندك خوف على الضايع ومبات شاي ولي عندك تصنع نوع من البسيكوز وبالتالي الناس كامل تدخل وانتك تدخل الناس هادو كامل ومش يصرا حيث يصرا لكل الليل ما يعرفوا وقع الجزائرين الفعل البريقراطي تقاسم السلطات تناحر السلطات تدخل الصلاحيات عدم صنع القرار وبالتالي تلقى لما ينطبري البحوث هذين اللي طليت عليهم لما ينبش يحصل لك عقار صناعي لاستثمار في الجزائر في حدود خمس سنوات يعني خمس سنوات وانت تجري على هاسات كي شغل جاي بوزين حب تحطها خمس سنين وانت طالب يا ناس اعطوني انترا نحط لكم الوزين باش نبدأ نخدم لكم اش عبسورد دونك انا كي نشوف القرارات هذة التالي وانت مشكور اطلحتني عليها على السرية نشوف السلطة العمومية التي هي تمثل ارادة الامة ارادة الشعب راها انتبهت للاشكالية هذي وراها عادت لمنظور جديد قالك انا قويانا جبه اجابة لغ فانتنا نجابة تحطل لكم هذة تحطل لكم لهم انقضلت غدور فانتنا تحطل وامتر وانتذار هو آخر واحد يصنع القرار لمصلحته الناس كما تصنع له القرار سوف يجي يحكي معهم يكون جزائري سامحني أخي حاميد يكون مستثمر جزائري يكون ولاد بلاد وأموال في العرق على ديتو يتعامل معهم على حدة ويشوف على بالك المحبات يتبالي شو عامي يتبالي في دارك يكون أجنبي هذا شوك هذا شوك تريب يجي يجمع معك في ريونيون لكي يقول لك اترابيسون دان تيران برانستالة دان اكيب مهندسي يقول لك يقول لك مراب الناس ووحدهم ماذا نديرو هنا الناس هذو كامل السلطة العمومية تفتنت بل يلغش بزافي فاكعلك السوق يقول لك رايف الكتش السوق هذا شوك تريدو كامل لأمولي لطوف لأجنسة للإنبستيشمات يقول لك لكي تريدون لكي تريدون أنا مغري حتى نوعا ما أنا أثمين بطريقة ما أثمين التسهيل لأنني أراه يأتي أثمين طريقة التسهيل لكن أعود وأكرر أن الاقتصاد يحتاج دائما وهذه قاعدتي وقناعة العميق لكي تريدون لكي تريدون لكي تريدون وإنت جبد من عقلية ذهنية تعراحي في كل الأرض وحي يدون الأرض يا أخي أنت كي نقول الأرض رايي في بلادك ما في جزيرة أجنبية في حالة ما إذا شفت عدم استعمال الأرض كما كان منتظر منها عندك حقوق استرجاع الأرض نتاعك لكن خلي قوانين طبيعة الاقتصاد هي اللي تحكم نحتاج عقار صناعي عندي انترلوكوتر وحيد عندي مون شي مون الأرض هادي شكون يا أخي قال ديرو الننترابريز شو كيتخمم إسپري إيكونوميك تنجح كيتخمم إسپري إداري هاك تخشفوا الحيد إسپري إيكونوميك ديرو الننترابريز من قبلها لازونة انديسترية قال أخي يمثل سير المؤسسة هادي تمثل الدولة في جميع القرارات نحتو لها لازونة انديسترية أنه يأتربي الدولة تبيع للمؤسسة هادي من الأحسن تكون مؤسسة ذات طابع اقتصادي باحت أنه يكون كاراكتر إيكونوميك ما عندها جعل الخلفية السياسية ولا إدارة إيكونوميك جيب لرزلطات راح تروح هاد الانترابريز إيكونوميك ديلها لديممبرومات تحق لدي الفروح إنتحق تحق تحق إيكونوميك بيكم لرزلطات بيع لها لدومان بريفيت على تبيع لها الأراضي بيع لها 200 أكتار 100 أكتار 600 أكتار 200 أكتار على سبل وعا الاقتصادي وخلي هذه تبيع ولا تكري للمتعامل الاقتصادي وش بد انترحوك وش بد الإدارة العمومية تحق اش بد الناس هدو اللي مساكن لا غالب يدخلوا في إشكال بيروقرات ويتناحروا في بعضهم ولا أفرق كسرون اللي تيسي إيكونوميك انتعنا لازون انديس ريال صاند ديلابري ممسار اللي تيسي ديلابري رأي برق رأي باب علي رأي برسولة ريالية ريالية شبكة الطرقات رأي شوية ما زون انديس رأي طرقان تحمل دقي ناسي محمد الهايك القاعدية مكينج لذا الناس متناحرة على التربع دو تنة مكيت روح في التنة أنا مشيت ما شخصي نعطي الخبرة الخاصة عن ما عندها سلط كنت في باتنا في لازون انديسترية لتعجر ما في باتنا مستثمر دعوني قالك يا دكتور اروح غير شوف غير شوف بعينك باش لا هضرت علينا هضرت علينا عن بينا راح شفت ليز يزين تم ماء اللي رام في جرما بكوارث اخي حميد السيد جاب 14 كيلومتر 14 كيلومتر جاب لالين الالكتريك جاب على مصارفه مالا يصرفها باش لحق الكهرباء الوزين هذي تعل هسا وسميها وزين تعل الاجر هو يشغل لك 400 عامل يجيب الكهرباء أعلى 14 كيلومتر خسر أمه الكبيرة رح شفت في المهم زون وصيد كان يتحدث معي عندي هش بعيد يومين ولا ثلاثة لانصا يتحدث بانو ساندويتش غرق سيد أعطاء لانتين جبل جرمان منطقة جبلية ولا أخو أمه دور دور أمه مكامل بجبل لانتين ونفو زيرو دكرة دوباي كموش قاعدين ندير وزين سيد مغبونين في القريدي يسهلون اقتصاد الإيكونامي تحتاج لفاصل إيطاث يا أخويا الزون دوريال أعطيت لمنطقة جبلية لا تتعلم بسو ما تعرف إبا أو تعباب علي أو تعوض الكرم أو نعم الشيطان أعطيني بلزوما لبري سيمبوليك لأنني سوف نصرف لأنني تحزن إكسبل أنا سوف نصرف زيني شيء أخر بسكو الاستثمار القيمة المالية التي موجد للإستثمار التاعي مدين على ما فوق الأرض وليست تهيئة الأرض في حد ذاتها أنا سوف نصرف تهيئة 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 يا أخوية عاوني في قروض أعطيني طويلة الأمد على دليل أنا قروض تهيئة ثلاثين وخم سنين وش شي هذا أعطيني قروض ثلاثين سنة واربعين سنة أنا نهيئة لأزون الان على حساب خاص أعطيني قروض أعطيني تسهيلات في التيران تهيئة لن نتحدث للإكيئة مهندسوية لن نتحمل المسؤوليتي لأننا ننفذي لذلك هذا ما نرى تهيئة تفهم أخي حميد بالإقتصاد ليس كمبليكي نحن نصنعها حتى عدنا خبارات في حلول مشاكل أكثر أهمية تهيئة تهيئة رؤية صحيح رؤية ومقترحات معقولة جدا من الدكتور جلول سلامة ولكن سوف نخرج لفاصل ونعود إذن مشاهدين الكرام متواصلون معكم دائما في برنامج اقتصادي زاد فاصل قصير ونعود لا تذهبوا بعيدا مرحبا بكم مجددا مشاهدين الأكارم ونرحب بمن التحق بنا في هذه اللحظة مستمرنا معكم في عدد جديد من برنامج اقتصاد ديزاد العقار الصناعي والرؤية الجديدة من أجل تطوير هذا من أجل تطوير الاستثمار سواء العام أو الخاص دائما مع المهندس الدكتور جلول سلامة أهلا بك سيدي مرة أخرى أهلا بك أخي حميد ومشاهد نقطة أخرى مهمة في هذا الخصوص دكتور هو رئيس الجمهورية أكد على أهمية التمييز بين الاستثمارات أو العقارات الاقتصادية والسياحية والحضارية وذلك تكريسا للشفافية ومحاولة لتحقيق النجاعة الاقتصادية يعني كيف ترى أهمية الفصل بين هذه القطاعات أخي حميد أخي حميد أخي حميد تحقيق رائع تحقيق إلى الأزوان industrie لتحقيق لأستثمار سياحي ومتحدث من المتحدث التي يفعل الدخان الكبرية ومتحدث الإرسك عن عرض والمشار والإنسان من المرض التي يمكن أن تحقيق الأزوان industrie ويستخدم بشكل بشكل لا يقوم لا يمتحقي أخي حميد تسمى أن الحسن أمممياؤيات في المناطق الغدانية والمناطق الغدانية تخطط حصل حذاريا إنه ممتازي شخص يتخط على الفضانية تابعي و أقلاني أو صحيح ويجب أن تكون بعيداً عن العقار السياحي وتكون أبعد عن العقار العمراني أو الحضاري كما سمع القرار السلطة العمية نحن رأينا مؤخراً في الجمهور الجزائري كنا رأينا مثلاً في السطف كوارث في أحياء سكنية لأن هناك تصنيع مواد تفاجرت في وسط المدينة شيء آسف ولغير تردنا ذلك كل المجال يريد أن تتخدموا لقد كانت أي مشكلة. تحب تحب مثل زوني أكبر توريستي. انظار لك خارج المدينة. مرحبا فأكمل زوني أكبر توريستي. لا تتغح meant لتحويم التوقف. عندما تحويم عملاً إلى فرنسا و المنين. في مقاعدة المتالي الميجاب المشاكين المنزلية. لا تحويم الآن. لا يعرف أن الشركات المنطقة في السنة المدينة هم كذلك الكاريون الثلاث والبيولون ينقضون مخرجونهم من المناطق الحضارية المدنية يجب أن يكونوا بالأساسي carretera يجب أن يكونوا للصائف الحديدية والطرق سريعة والمطارات والموانئ يوجدون محترفة لكن لذلك يجب أن نقوموا نقوم بالشرق بالأساسي إذن لقوم بالشرق والموانئ والسكاك الحديدية والمطارات والأساسي لكن يجب أن يجب أن تحيك بشكل متعبير أحيان في الوصف من الأساسيات التي تحريرونها في المتعبير في النتائج التي تستطيعون الأحيان من الأولى من الأموات سوف تتعرض على المتعبير لأنه يوجد لدينا مساعدات المتعبير لا يوجد شيئًا تبقى كيف تلك الفرائية؟ هناك لأن هناك من الكثير من المعرفة وبالتأكيد من أطلق من المعرفة ومن ثم يتعيوني ويقوم تكون لديوهر وليس على الوزن ويقوم برائع التعليقات وقوم بطريقة الإنسان لأننا من مستخدم الوزن ما ترامل معركة كما ترامل من المعرفة يجب أن يسهل والشخص يسهل من أجل أنحوات المعرفة من المعرفة رايقالية بزاف. أنا أعطي لك دلين سيموتري أو زابور دولة درجة ولا بومردس ولا. من هذه البوليسيون خواينا ترجع للمواطنين تاعي وبعدنا نعود نتريتي فلاز ونعود نتريتي في مشكل كبيرة. بالتالي من الأحسن نبعدوها. ويبقى لجي فلاز كما سمنا من الزادوتي ولا لازون جددات ولا يسميهم السياقية. لكن العملية أكيد أنها بحاجة إلى وقت طويل نظرا لتراكمات السابقة. والله يا حمد خويا أنا أحبك كثيرا إلا أنني لا أوافقك. أنا من الناس الذين يدعون لا لخلق مناطق صناعية استثمار اقتصاديا وصناعي ولكن لخلق مناطق تسريع صناعي. سيأكد بلس كسا. ما شويت انتخان دو دمان دي. جلو بروبوز أنت تتعافلين كنجي لإعلام دائما نجي بأفكار جديدة وبمقترحات. أنا نختارح اليوم على السلطة العمومية وعلى القائمين على الشأن هذا بالتعالي من الناس الذين يتعافلون إلى وضع مقترحات جديدة يقترحون من السلطة العمومية كذلك. الإنجيئر والتكنيسيان والأجنس هادولانيرا في كمпании يشتووا شوية يفتنوا يروحوا يديروا مقترحات تاعث قصة لإعلام دائما نظرر أن يدخل في اقتصاد معرفي أن يدخل في الإنتليجence الإرتفكية. إذا كان الإنتليجence الإرتفكية سيكون 40% ومتحة جردية ومتحة سيكون نحن نسيحة أنهم نرون يتعاففوا 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 الإنتليجence الإرتفكية إذاً لا يوجد إذاًا نحن نحن يمكن هذا أمر هذا أنه لماذا سلطة العمومية تم تحوز هذه المشاكلів هذه بالطابقيةıp التي يطلق لها والمعztبارات لكنهم المؤهلون اكبر الاقتصاد الوطني يومون أن ي Bel�� المغلقية المزيد من المثيرات ودعاء армиيزات إعادة تصنيع كما رايض الكاسارية في إسبانيا في فرنسا حتى في دولة مجاورة أنا لا أريد أن أذكرها على الحدود الغربية دخلت في ليزون باكسر الراسل الهندس ريال كيف يشترك متأخر شوية يفلك الناس تفطنتين شوية الناس اللي خالصة في ليزوجونس غوفيرنومونتال ويدو يا أخوية ما تحطوش تسيق الكامر على السلطة العمومية تحل قاعد المشاكل ما توجد تقطعته مش قاعد تدير أخوية ترك خالص مهندس وخالص مدير عام وخالص بجمعتك وغاشي كتوش قاعدين تديرو جيب أخوية أفكار جيب منظومات جديدة اختار حلول جديدة رو شوف اللي زون انديستوريال تقعك واش رقصهم انت تروح اللي زون انديستوريال متأنتع كما نشوفه متأنتع وتشوف النظرة على السلطة العمومية والله راي في محلها شوف نروح نويك حميد خوية نهابتو خير هنا اللي زون انديستوريال تعباب علي شوف واش يفرق بين الزون انديستوريال باب علي وبين المنطقة الحضارية على ما كون يفرق بينه؟ طريق هذا الوطني هذا مكان نعم يعني كبه طريق وطني يفرق بين الزون انديستوريال 20 متر بلاته العرطة على الطريق الوطني أقصى تقديري هالله أقصى تقدير في بعض الأماكن والله ميجوز 20 متر صحيح بعض الأماكن حوالي 50 متر أو لا يعني الوزين اللي هنا و السكان هنا يخشو سكين ما با يمش كادي ندير واجمع ومن بعد ان بلس دو ساكي تشوف مثلا الأليات الكبرى اللي تنقل البضائع تجيب الموردة او اللي تدخل اللي يوزين ولا اللي تخرج من الوزنوات تعالى صان باب علي اللي يقروا قاميون هادوك يعني كنشوفوا منشوف الاقتصاد يمشي يعني أنا نفرح وسحوا يوم يشوفوا في لافيل يا بعدك موشك ناسي محمد يا يا ذيك النومانوية تمشي في لافيل كموشك عاد تستنى باش تخلق دير خط ضائري وتدخلهم الوطورات اللي راهم الجهار أخرى تدخلهم الطريق السريع كيفاش خلهم يعقبون لك وسط لافيل لازون هنا او شعي تقولي اسكوا لازون اندسترية مشات لافيل ولا لافيل مشات لازون اندسترية لا في باب علي يكونوا حقانيين سي لافيل مشات لازون اندسترية الحمال والناس و هذا كل إدارينا ربي يسمح متع البلديات و هذاك ندبونا يدمر و بارك يدمر و دمر يقسم أراضي على أبواء بتاع الزيزين و بعد الزيزين ردوا بالكم مش قاعدين تطيروا يلازم إعادة التفكير و خرجوا من منطقة على الهاتف الله يستركم حبسوا من الهاتف روحوا للتسهيل التسهيل يحتاج الناس الأذكياء في الاقتصاد والناس الأذكياء هم اللي يرقوا الحلول مش اللي يعقلوا اللي يسهلوا للناس هاني نعود و نكرر الكلمة هذي اخي حميد كلمة مفتحية و تقولوا اليوم عن الإعلام لتجعل الناس الأكد لتجعل الناس الأكد سهل الناس الأكد بينما يتصل العربية على الأزان pellتصال أو الأزان توريستي أخي أتصلوا للمقترحات هذا المقترحات أتصلوا للمقترحات و السنة الأكبر هل يكون أراضي أن يحcasوا على الأزان أول الأزان أجل يقول لزادة أتي يطلق لسهل لهم عليها تعلق لها عليها شيئا عليها العقالة هذه نحسبوا عليها أمام الله دكتور يعني بناء على المقترح الذي قدمتها ولنا وأنت مشكور يعني على ذلك يعني أنتم كخبراء يعني كيف ترون المعايير الواجب اعتمادها لمنح العقار الصناعي يعني مرحلة بمرحلة سأجيبك بنفس الجملة التي قلتها في بداية حصتك أخي حميد التسهيل المعيار الأول هو للوضع الوفر إتلاع تومات وخرج منها لوجيكا دمينيستراتيف وخرج منها بيروكراتيك وروحك ذب العقار للدومان بريفي تعليطها خطها للشرك دير شركة عمومية خالد ديش شركة عمومية بزاف تانية ما تصلح لك حل أخويا دير ببليك بريفي أنت وعلي وش خايف يا أخي سيدة تيران أنت وعقاد يتباعوا قدامك ويتسجلوا في الباول قدامك أي حاجة ما تعجبك شو راح تتكعلي مادو جمعه كامل أكمش القصة هذي وعود روفورماتي كيشغلت روفورماتي ديسك دور نتاعك ما تخافش انت هذي بلادك هذي رزقك مشي تاع البراوية راح يفكو لك البلاد كمانتك ذانيت راح يفكو لنا البلاد واش دير دير بيسي فال بريفي بيبليك حط شركة جانبها والتحدي وذهبن على تحدي خلال المعيش والجانب دور و الوكال العقارية كانت تضمن الوكال انتجه اجروجها وغل tér خلال الوكال عمر تبدأ لأنها انا تخاف محاك مع الوكتصال حيث قم بك لا تصلحش وشوفنا الأنثلة كثيرة. بالتالي شركات اقتصادية هي اللي تمشي لشأن الاقتصادي. مشي اداريين. ايش بدل اداريين اللي يتراجعون. هنالتلقان اذا من نقول في الاعلام. موان ديتا بلوس ديكونامي. موان ديتا بلوس ديكونامي. موان ديكونامي بلوس ديكونامي. موان ديكونامي بلوس ديكونامي. كيف تشوف روحك دخلت الاداريين وعطيت لهم صلاحيات. سمحني الكلمة هذه. وجد محابات. وجد فساد. وجد كل شيء. دكتور يعني وكأنك تتحدث عن الوكالة الجديدة التي سيتم اطلاقها مستقبلا في هذا الخصوص. وهي الوكالة الوطنية للعقال الاقتصادي. سوف اعطيك تعريف مبسط لها. وهي الوكالة التي ستعمل على تفعيل حركية المناطق الصناعية الجديدة. اخي حميد. انا قلتك. السلطة العمومية نشوفه يعني نوع من محاولة من هذه المبادرة التي ستفكر المشكل. يعني تم المشكلة تعوص. قلت لك هي. فورو في بروف. فورو في بروف. فورو كبير بزعب. حتى الدولة ستدخل بش تفكر البلد منها. سي نرمال هي مشكورة على كلها. سلطة العمومية مشكورة ستحاول بكل ما تقدر بش تفكر المشكلة هذا لكن انا راجع نقول لك. لو كان نحي الاجونس ونكري الاجونس أو مشكلة سنقوم بتتخطي المشكل. خلينا نعطينا نصائح لسلطة العمومية وهذه. ابناء وطني ومن مسؤوليتي. أنا أفكر وأنت تخبر وهو يقرر. من خدمتنا. هذا المهمة اللي راني فيه أنا والملاك فيه هو صاحب قرار سياسي. أنا صاحب فكر اقتصادي وأنت صاحب تقرير إخباري. خلينا نقولك ما تنحيش وكالة باش ديفي بلاستها وكالة. خرج الإداريين نهائيا. الوكالة اللي دروها ناصيحتي. دروها holding. أه اكونantwort passionate absolute. الوكالة تدخل مومبر في الأسمبر المجان الاجبيتفجة يعني جوية تدية 99% من الحساس. ودخل معها واحد في المية. عن طريقةUS Soj particры يعنيهم يدخلوا باش يأتي الله باش يولى البري الفيimen تعني بان في القرار الاقتصادي. متهم شوش كيش غARS detail واردي حلقة في الاقتصاد. يدخلوا راسي محمده. قعل wantrant اللي جيونا منdaterenson en قول باش البراحنا نقصي والبريفي. ما تقصيش правبريV Debbie. دخلها في الهيئات هذا الكبار دخلوا فيهم أنا ماذا بينا نشوف الحكومة نشوف ديفونكسون لبيرالي يدخلوا في الحكومة نشوف إطارات يجوا من القطاع الخاص ما هو شو ما لازم حك للقطاع العام يكشول تخنف يكشولي نو بوزيشون يودون شركات بريفي يتبع الدولة تعددولة الجزائرية يا أخي هاي شركات كبرال هنا يا رايتوزون ملايير دولار كل هذه الإجراءات الجديدة هي تصب في صالح القطاع الخاص شوف أخي القطاع الخاص همها عملها دولك أنت تصم بالبوكم تروح تعملها بلغة ما نش عارف أن تجيب له لغة شفاوية كل واحد عملها بلغته الاقتصاديين يتفهم معا اقتصادي عاوض باش دينوا وكالات إدارية تعوض وكالات واحد أخرى وتعاود تروسيكلي وجمق العمزرة نحيل غاشو هادو كامير رح كريين انتروبريز ايكونوميك عطيلها بيعلها جسم من الدولة يكون في رأس مالها جسم من الدولة جسم كبيرة سيدي أغلبية مع دناج ودخل معها لسوسيتين بريفي اللي حابين يتمرسوا ويوالي عندهم خبرة في تسير لزون انديسترية كريين لسوسيتين لبيك كمباني هادية ماجور كريين ماجور ومن الكاف لزون انديسترية من الكاف يشيريهم ويشيرهم بالمزاد العناني الأرضي تعد دولة تبع بالمزاد العناني ما نحطي لكش أخوية بريفيها هذا رسق الدولة مش رسق الشعب مش رسق يانايا دونكوش مبيحي لك في المزاد العناني وانت الشركة وطنية عمومية وخاصة أروح شري يا أخوية من دومان بريفي رح تقول انت يا شيخ بالك ما يتبعوش يا رح نحطي لكنا يا نحطي لك نحطي لك نحطي لك نحطي لك نحطي لك نحطي لك 40 دي زون دي بسح أخوية تخلص الأرض تعدولها خلصها بالثمن الحقيقي الإشكال وراه واقع تاني في لزون انديسترية سيك الناس حبا تدع أراضي بالدينار سيمبوليك وراه واقع تدعوها بالدينار سيمبوليك يا أخوية ما يشوف حبس الإشكال تعاون ونمد رح للوجيك إيكونوميك كريا الانتربريز إيكونوميك تبيع للمستثمين الأرض تقدر تشري أراضي صناعية تفضل نبيع لك ونعطيك عقد الملكية قاعد لزون انديسترية حتى اليوم ما عندنش عقد ملكية عندن مشاكل كبار في الملكيات تحصل الملكية من المشاكل اللي لقيتهم في جميع البحوث اللي داروها الإخوة الداريسين بالتالي تحقيق الملكية لازم يروح للمالية تحقيق الملكية الفعلية في اللي زون انديسترية ثانيا يا أخوية ما نعطي لك بالدينار سيمبوليك ما نفكرك واش ندير رح نعطي رح شريع لها شريع لها شريع بقرض بنكي لك تقدر تشريه لما تقدر تشريه يا أخوية نكريه نكريك ما نرى ننكري ببيوت في العاصمة ولا في المدر الأخرى نكري لك ببيوت نعطي لكي لبعين سنة خمسين سنة تحين سنة المهم تخلصني هذا مكان المهم تخلصني يا أخي دونك روخوا دونزين لوجيك بورمو إيكونوميك وخرجوا من لوجيك أدمنستراتيف وخرجوا من لوجيك سوسيال تعال مستثمر نحط لها تناير ها قعل عطيتهم بدينا رسامبوليك هاو ديتورناوهم وعاودوا باعوهم وتلعبوا القانون بعد عفكيناهم ونهم تخلنا في الحيط ترى يا شيئا ذاك على حميد كوي تقولي يا أخي على خلطنا على خرجنا على الصواب بس كو خرجنا على الطريق الطبيعي تعل الاقتصاد الاقتصاد ينوفر للدوم دا سماع من على الشيطان تيران زون اندسترية في ورن يسوى ما نشعرف دي مليار لكتار يا أخي أنا عارضة دي مليار لكتار تحب تشيري تفضل ما تحب تشيري إن كريه لك بعض اللي لوجيك إيكونوميك هم اللي في كل مشكل مشي قرارات سياسية مع احترام الكل سياسيين طبعا رامي كما قلت الكرام يشتهدوا ومشي خاصة خاصة مشي قرارات إدارية الوخضة الكبيرة كين وكلوا أمر اقتصادي الإداريين والله يا حميد خويا غير 9% يدك للحيط حتى وبحسنية والله غير يدك للحيط لأسف دكتور وصلنا إلى نهاية الموضوع وكنا سعداء جدا يعني بحضورك معنا اليوم شكرا ويعني أنت حقيقة إضافة نوعية للبرنامج بفضل يعني مقترحاتك ورؤيتك لمختلف القضايا الاقتصادية شكرا جزيلا لك على حضورك معنا اليوم على أمل أن نلتق إن شاء الله في مرات أخرى إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك أخي عام العفو كمان أشكركم أنتم أيضا مشاهدين العزاء على حسن الإصغاء والمتابعة دمتم أوفياء لبرامج قناة جلد الزاد في أمان الله شكرا